أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعنوين عملية مداهمة لفرق المراقبة الاقتصادية تصفر عن الكشف عن عدد من المخازن العشوائية وحجز كمية هامة من المواد الغذائية والاستهلاكية عوائق تطوير العلاقة الاقتصادية بين التونس والليبيا والجزائر خاصة على مستوى تفعيل دور المعابر البحرية والبرية محور أشغال المنتدى العالمي للأعمال قتل وجرح في غارة جوية روسية تستهدف قاعدة عسكرية غرب أوكرانيا والعملية العسكرية على أوكرانيا تدخل يومها الثامن عشر الحرب التي قررها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد محتكرية المواد الغذائية والأساسية تتواصل في مختلف ولاية الجمهورية وقد أسفرت عمليات المداهمة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بالاشتراك مع وحدة الأمن والديوانة عن الكشف عن عدد من المخازن العشوائية وحجز كميات هامة من المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة بتواصل حملة مقاومة الاحتكار والمضاربة تستمر فرق المراقبة الاقتصادية بوزرط التجارة بالتنسيق مع وحدة الأمن والحرس الوطنيين في عمليات مداهمة المخازن العشوائية ومراقبة وسائل نقل البضاء على الطرقات لتصفر هذه المجهودات في اليومين الأخيرين وفق ما صرحت به إدارة الحرس الوطني عن حجز 500 طن من المواد المدعمة من دقيق وفرينة وسكر وعجين وأرز و42 طن من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر والغلال واللحوم البيضاء إضافة إلى حجز أكثر من 4000 لطر من الزيت المدعم وما يقارب 4000 بيضاء حملة المراقبة الاقتصادية المكثفة استهدفت مخازن المحتكرين والمضاربين بعديد الولايات ففي ولاية الجسرين وبعد حجز 100 طن من المواد الغذائية المختلفة تم رفع ثلاثة محاضر اقتصادية ضد أصحاب هذه المخازن من أجل المضاربة والاحتكار وعدم التصريح بنشاطهم لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وفي ولاية المهدية تمكنت الفرق المشتركة بين وزارة التجارة والمصالح الأمنية من حجز أكثر من 10 أطنان من مادة الفرينة إضافة إلى 3 أطنان من مادة السكر المدعم كما تضمنت السلع المحجوزة بمخازنة عشوائية بمعتمديتين قصر السيف والسويسي كميات هامة من البطاطا والتمور وقد تولت الإدارة الجهوية للتجارة بضخ المنتوجات المحجوزة بسوق الجملة بالجم ومع استمرار مداهمة المخازن العشوائية والضرب على أياد المحتكرين تتوسع قائمة المنتوجات المحجوزة والتي شهدت نقصا بالأسواق في الفترة الأخيرة ومنها المياه المعدنية حيث ضبطت يوم أمس فرق مشتركة من الوحدات الأمنية ومصالح الديوانة والتجارة بالقيروان ما يقارب 600 ألف قرورة مياه معدنية بمخزن عشوائي بإحدى المناطق الصناعية التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية حاصلة حملت المراقبة المشتركة والمكثفة تؤكد نجاح هذه الخطة وأهمية استمرارها خاصة خلال شهر رمضان لضمان تزويد المواطن بكل احتياجاته بعيدا عن ألعاب المحتكرين والمضاربين بمسارة التوزيع وحلقات الإنتاج احتضنت مدينة جرجيس على امتداد ثلاثة أيام أشغال المنتدى العالمي للأعمال وكان هذا المنتدى فرصة للوقوف على أبرز الإشكاليات التي تقف حاجزا دون تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا والجزائر خصوصا فيما يتعلق بتطوير دور المعابر البحرية والبرية في مبادرة جديدة لدعم التعاون التونسي الجزائري الليبي عبر المعابر الحدودية والموانئ البحرية دورة أولى للمنتدى التونسي العالمي للأعمال للبحث في سبل هذا التعاون على مستوى النقل البحري خاصة من أجل إرساء خطوط بحرية تجارية منتظمة بين عدد من المدن والموانئ التونسية والليبية والجزائرية مشروع معنا إن شاء الله بش يكون مشروع استراتيجي اللي هو فتح خط بحري جونوفا جرجيس ترابلس مسافرين ومجرورات وفي نفس الوقت قيابس مالطا ومكونتينير فنسهل في عملية الخدمات بين الدولتين يعني نظر لقرب الحدود وتفعيل الموانئ البحرية الليبية والموانئ البحرية التونسية وفتح خطوط في هذا المجال في مسألة النقل والشحن ونحاول أن نفتح خط للركاب دورة أولى لهذا المنتدى هدفها الأساسي تفعيل الموانئ البحرية والمناطق الحدودية بجنوب تونس وغرب ليبيا وعدد من المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من أجل ذلك تم تقديم جملة من المداخلات التي بحثت في هذا السياق فكرة المشروع جنوب 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 يتمثل في الجنوب التونسي الجنوب الجزائري وليبيا وفي مرحلة ثانية الدول الأفريقية نفتح أفاق جديدة بين ليبيا وتونس نحن نحاول أن ندير توأمة بين المدن الليبية والبلديات التونسية نحاول أن نفتح أفاق تجارية بين الغرف التجارية لأن طبعا أنت عارف أن نتوى عندنا في المنطقة الشرقية أو في برقب الكامل أنتو ما عندكم مش حصة سوقية كتونسة ونحن نحاول أن نفتحه نستفيده نحن وتستفيده البنية التحديية متاحة لبناء متاعنا الموقع الاستراتيجي متاعه ونوره لهم معناها على عينيهم كون الميناجر جيس قادر بش يستقبل معناها خط تجاري منتظم وإلا غير منتظم في أحجام معتبرة خطوة أولى من مشروع الألف ميلة انتلقت من هذا المنتدى يتبعها عديد الجلسات المتابعة لتحقيق ما تم التوصل إليها في هذا المنتدى من توصيات لأول مرة تحتضن ولاية مدنين المعرض التجاري والصناعي الذي شهد إقبالا متميزا من الحرفة وأحدث حركية استثنائية منذ اليوم الأول كاميرا للأخبار وكبلت انطلاق هذا الحدث الاقتصادي ونقلة الأجواء في هذا الروبرتاش معروضات متنوعة في مجالات مختلفة احتوها فضاء المعرض التجاري والصناعي بمدنين من أثاث ومفروشات ومعدات ومنتجات فلاحية وصناعات تقليدية مشاركونا من تونس ومن خارجها سعوا للتواجد بالمعرض بمنتوج مختلف وبأسعار ملائمة استدعينا البنوك التمويل اللي هم متواجدين في المعرض باش نسهلوا لشباب بمتاعنا لبعث المشاريع هذه حاجة أولى الحاجة الثانية عنا وفد ان شاء الله ليبي باش يحضر زادة باش نعرفوها للصناعيين والتجار الحاجة الثالثة في البرنامج التنشيط يقرينا حساب صلاعه وقصينا حساب صغيراتنا في الجنوب ان شاء الله عملنا لهم مناجع عملنا لهم تنشيط يومي في آخر الأسبوع باش يكون خاص بالصغيرات زادة عملنا أمسيات غنائية ان شاء الله باش تكون كل نهاية أسبوع المعرض أيضا تضمن مجال التقاتي المتجددة في تكامل بين أصحاب الشركات وأصحاب مراكز التكوين للتعريف بأهمية استعملتها والتكون فيها جيد حابنا ننفع بيها وليد جيها في الاختصاص متع التقاتي الشمسية اللي هي تقامل جدا موجودة في العالم الكل موجودة حتى في تونس حابنا نستثمر في المجال هذي خاطر هو مجال حي مجال فيه برشة مواطن متع شغل ومازال داخل بلادنا جديد وندعو جميع الفلاحة بشي يستثبروا في المجال هذا وفي المنازل كيف كيف ما كان فماش معارضة في الجنوب ان شاء الله تنطبقي ما في الشمال في تونسي سعي قصري كنا عنا معارضة في مدنين المعرض التجاري والصناعي ينتظم لأول مرة بمدنين في محاولة لكل القائمين عليه من خلق حركية تجارية بالمدينة واستقطاب مجالة تعاون مع رجال الأعمال خاصة وأن هذا المعرض سيعرف بالتوازي تنظيم لقاءات مباشرة مع المؤسسات التمولية أبواب المعرض التجاري والصناعي بمدنين ستفتح أمام الزائرين حتى التسع والعشرين من شهر مارس الجاري أيام ستخلق حركية تجارية بالمدينة عدد من عقود الشغل تم إمضاؤها لينتفع بها طلبة من حملية شهائد العليا في اختصاصات معينة ذمن تظاهرة يوم المؤسسات وتشغيل حول الإدماج المهني وبعث المؤسسات هذه التظاهرة التي تنظمها الشبكة الأوروب متوسطية للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع منظمات وطنية وجمعيات حذرها عدد من الطلبة التونسيين والأثارقة وتسعى إلى إيجاد سبل لتقليص من البطالة في البلد في الوقت الذي يتفقم فيه معدل بطالة الآلاف من حامل الشهائد العليا في تونس وأمام انسداد الأفاق التشغيلية للعادة منهم تعمل أطراف متدخلة في قطاعية تعليم العالي والتشغيل بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني على تذليل صعوبات الولوج إلى سوق الشغل ثم التضارب من جهة عندنا اليوم أكثر من 300 ألف حامل لشهادة بطال ومن جهة أخرى عندنا في العديد من الاختصاصات عندنا ما تماش عروض وقت عمل العروض ما تماش متقاش الكافيات اللي حاشك بهم ولهذا لابد من تقريب ما بين الجامعة والمؤسسات من خلال المنظمات المهنية ووقع احتضان اليوم هذا بالجامعة الأوروم التواسطية وبالشابة الأوروم التواسطية وبالجمعيات اللي عندها مكانتها في تونس باش إن شاء الله يندمجوا في التشغيل وتشارك في تظاهلة يوم المؤسسات والتشغيل حول الإدماج المهني وبعث الشركات أكثر من 100 مؤسسة أغلبهم من القطاع الخاص وذلك لمساعدة طلبة إما على إيجاد مواطن شغل أو لإجراء طلب بصاد تسهل إدماجهم في سوق الشغل حيثينا الواجهة معناها أصحاب المؤسسات ومع طالبي الشغل هو عبارة معناها سوق موجودة تم عرضوا طلب ومعناها هو الأصحاب المؤسسات يختاروا من الناس هذون ومن البروفيل اللي حاجتهم به نبحثوا على دي سبيسياليتين معينين إن شاء الله المنتدى هذا مشتصيروا فيه عقد شركات مع المؤسسة هذية التربوية اللي في حفظات نحن كمنظمة وطنية رواد الأعمال نطمحوا أنه نحسنوا أكثر في نوعية العامل اللي بيش يكون صلب المؤسسة التونسية وقد ساهمت عقود الشراكة الممضات بين عدد من الشركات ومن مؤسسات التعليم العالي في تحسين مناخ الأعمال أمام عشرات الطلبة ونحن قمنا كوسيد بش بعثنا السيرة الذاتية للطلبة هذومة لأصحاب المؤسسات وقاموا بالفرز الأول ومن بعد نحن استدعينا الطلبة اللي قام بالقبول المبدئي متاحهم بيش يقوموا بالقبول النهائي من خلال أمضاء العقود للانتداء تظاهرة يوم المؤسسة والتشغيل حول الإدماج المهنين وبعث الشركات نجحت في توفيل مواطن شغل جديدة لخمسين موظف من حامل شهائد العليا بين تونسيين وأفارق وذلك بإمضاء عقود شغله لمدة سنة قابلة للتجديد في أخبار العالم تتواصل الحرب على أشدها في أوكرانيا والقصف الروسي يستهدف قاعدة يافوريف وهي قاعدة عسكرية ضخمة تضم مركزا لتدريب جنود حفظ السلام وقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن مقتل سبعة مدنيين بينهم طفل في قصف روسي على قافلة نازحة شمال شرق العاصمة كياذا وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ما زالت تحاول تأكد من وجود أي من المدربين في المركز وقت وقوع الهجوم أدنت السلطة الفلسطينية أمس أعلن الاحتلال الإسرائيلي إقامة سبعمائة وثلاثين وحدة استيطانية جديدة شرق القدس واعتبرت وزارة الخارجية أن السياسة التوسعية لصالح مشاريعها الاستيطانية يهدف إلى إنهاء أي فرص لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المحتل على وقف الاعتداءات على الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس هذا وطلقت قوات الاحتلال اليوم نيران رشاشتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين وأراضيهم في قطاع غزة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أعلن جهز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعرض أربيل بشمال العراق فجر اليوم إلى هجوم بـ 12 صاروخا باليستية نأت لا أطلقت خارج العراق وأكد مسؤول أمريكي أنه لم يصب أي أمريكي بأذن ولم تلحق أذرارا بالمنشآت الأمريكية في أربيل ولم تعلن في الأثناء أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم فيما ذكر محافظ أربيل الجهة المستهدفة غير معروفة إن كانت القنصلية الأمريكية أو مطار أربيل في أخبار الرياضة تويجا المنتخب التونسي للجيدو بأربع ميداليات منها ميداليتان ذهبيتان وبرونزيتان خلال منافسات اليوم الأول من دورة تونس دولي الجيدو المقامة منافساتها بقاعة رادس وتحققت الميداليتان الذهبيتان بواسطة المصارعين فراج الظويبي ومريم لبجوي في البطولة الألمانية لكرة القدم اكتفى صاحب المركز الأول بيرن مونيخ بالتعادل مع مضيفه هوفنوف أنتمكن روبر ليفندوفسكي من إدراك التعادل حقق سياتيل الفوز الأول في البطولة الأمريكية المحترفة لكرة القدم إثر تغلبه على لوس أنجلس جالكسي بثلاثة أهدف مقابل هدفين في الأسبوع الثالث وسجل جوردان موريس وفريدي مونتير ديفا كوفسكي أهدف سياتيل الثلاثة فيما تحقق لوس أنجلس بواسطة تشتشاريتو ودوغلاس كوستا إلى حي محمد علي بيقابس الذي شهد تحسينات على مستوى تجميل ساحته ببادرة من المجتمع المدني وبالاشتراك مع أهالي الحي ضمن مشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة أجواء اليوم كانت استثنائية في حي محمد علي وسط مدينة جابس ففي بادرة أطلقتها جماعية الكندي وبعض شركائها في إطار برنامج جيمال حومة الذي يسعى لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء الشعبية تجمع أهالي الحياة للمشاركة في التظاهر بالنسبة للمشروع هذا كان فكرة الفكرة هذه جاتنا من نعمل السبار حبيت الجردة هذه كانت مهملة قلنا لماذا ننظمها وصرتها في حي سكني وفيها مجموعة باهية من النساء البروجيه هذا فيه تهيئة للحديقة من تشجير من وضع ألعاب للأطفال ألعاب رياضية زادة للنساء هي حديقة عمومية ترفيهية رياضية ثقافية انطباعات سكاني كانت إيجابية جدا فقد تغيرت ملامح المكان بين الأمس واليوم من مصب للنفايات إلى حديقة جميلة يطيب فيها الجلوس كانت البقعة هذه معناها مصب متعذب لها معناها أما ما شاء الله فيسع فيسع هاي تعملت جردة والله حاجة باهية معناها لنا كنساء معنا نجو نقعد ومعناها وجاي رمضان خاصة والصغيرات حتى يجوون يلعبوا معناها فيه ألعاب وحديقة وشعر بوفان كورة وكل سي لش نقص وأشجار ونباتات علش فرحت وعطيت العاهد قلت لنا نكون معاكم ونعطى بالروح مسؤولة من الآن على هالجردة هذه مدامني حي ويستعدف هذا المشروع في أتي النساء والأطفال وسيقع تركيز تجهيزات رياضية في قادم الأيام وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي أحيات جمعية توراثنا هذه مناسبة بتنظيم الخرجة التونسية التاسعة وقد انطلقت من سليمانيا مرورا بأنهج وأزقت المدينة العتيقة وصولا إلى شرع الحبيب بورغيبة وقد شهدت هذه الخرجة مشاركة وفود أجنبية عربية شاركت بلباسها التقليدي وفرق موسيقية تمثل بلدانها شعار الخرجة هذه السنة من أجل أن يكون يوم السادس عشر من مارس يوما عالميا للباس التقليدي والهوية وقد رافق هذه الخرجة فرق العساوية والحذرة واللباس التقليدي لمختلف ولاية الجمهورية فكانت أجواء تونسية متميزة بهذا نصل مشاهدينا إلى ختم النشرة ونذكركم بالعنوين عمليات مداهمة لفرق المراقبة الاقتصادية تصفر عن الكشف عن عدد من المخازن العشوائية وحجز كمية هامة من المواد الغذائية والاستهلاكية موسيقى عوائق تطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا والجزائر خاصة على مستوى تفعيل دور المعابر البحرية والبرية محور أشغال المنتدى العالمي للأعمال قتلى وجرحى في غارة جوية روسية تستهدف قاعدة عسكرية غرب أوكرانيا والعملية العسكرية على أوكرانيا تدخل يومها الثامن عشر في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة